المعارضة الإيرانية وقالت إن الشعب الإيراني لا يتحمل نظاما متطرفا ومستبدا في حين يستطيع أن تكون له دولة على أساس الحرية والديمقراطية شددت رجوي على أن الشعب يريد تغييرا فوريا وإطاحة النظام الحالي ونيل الحرية العاجلة من أجل حياة كريمة من جانبه أن مستشار الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني بحلول العام الجديد معلنا دعمه للمقاومة الإيرانية من أجل تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر